قالت وكالة التاقة الدولية إن الحضرة الذي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تنفيذه قريبا على صادرات المنقولة بحرا من النفط الخامة والمنتجات النفطية الروسية سيقود إلى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين في أسواق النفط وقالت المنظمة المعنية بمراقبة أسواق التاقة إن الحضرة سيضع المزيد من ضغوط على توازنات النفط العالمية خاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرات الأولى خلال عام في ربع الثالث من 2022 وذلك مع تأثر استهلاك الأسر والشركات بمخاطر الركود العالمي وضعف الين وارتفع تكاليف الاستيراد ويواجه الثالث أكبر اقتصاد في العالم صعوبات على الرغم من رفع قيود مكافحة جائحة كورونا في الأونة الأخيرة كما زادت الضغوط جراء التضخم العالمي والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم بسبب تدعية أزمة أوكرانيا أعرب رئيس الاندونيسي جوكو ويدودو عن تفاؤله بأن مجموعة العشرين ستواصل دورها كمحافز للانتعاش الاقتصادي الشامل وسط الظروف العالمية الصعبة حاليا وأشدد الرئيس الاندونيسي على ضرورة موصلة المجموعة العمل لتقديم نتائج ملموسة للتعافي العالمية وذلك من خلال مختلف الجهود والتي تشمل تجهيز الأموال لمواجهة الأوبئة في المستقبل عبر صندوق مكافحة الأوبئة ودعم المجالات المالية للبلدان منخافضة الدخل كما تشجع مجموعة العشرين تسريع في تحقيق أهداف تنمية المستدامة وتسعى جاهدة أيضا لإحراز مئات الأشكال من التعاون الملموس ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي الأكثر تقدما واستدامة من خلال اتفاق بالي بشأن التحول في مجال التقاء